الشباب زهد زي ما قلت كده الدور يوحشي اوه جماعة ست مباريات في منتهى الملل في منتهى الملل برح تلات مباريات مباراتين منهم خلصوا بالتعادل السلبي مباراة خلصة واحد واحد بدربتين جزاء النهاردة تلات مباريات تلاتة منهم مباراتين خلصوا واحد صفر ومباراة بتعادل سلبي المباراتين اللي خلصوا واحد صفر مباراة الاولى اللي هي بلدية المحلة والداخلية هنشوف الهدف دلوقتي هدف الفوز لبلدية المحلة على الداخلية حسام اشرف في ديها 34 من ضرب الجزاء ادي هدف اهو من ضرب الجزاء ماشي اهان كسب بلدية المحلة وده فوز مهم جدا بلدية المحلة جدا يعني وهو مضر طبعا بطبيعة الحل الداخلية المباراة الاخرى كانت مباراة بين سراميكا كليوباترا والبنك الاهلي سراميكا كليوباترا قدر يفوز في الدقيقة 48 بهدف بخطأ في مرماه برضو يعني مفيش معالمين بيجيبوا اهداف او بما انا اضكي يعني فيش كورة ملعوبة يعني فيش كورة ملعوبة يما هدف بالخطأ في المرماه يما هدف بدربة ترجيح طبيعة الحال يعني مباراة اخرى ما بين الجونة وطلع الجيش انتهت بالتعادل السلبي دون اهداف بالمناسبة حاجة ايه المباراة امام حضارك الجونة وطلع الجيش بلا اهداف اه صحيح نجيبوا في بعض الفرص صحيح يعني بس مفيش جدية مفيش حماس مفيش روح كل فرقة عايزة بس تأمن نفسها انا لو مكسبتش فمحصرشي فيش فرقة كده بتاخد الرزق انتهاجم طول الوقت بتتأمن فرص كتير مفيش كورة لعيبة بصراحة حد ايجي يقول لي انته اتعمل زي الكابتل حسام حسن بصراحة يا جماعة وده قلت وقتها يعني وكابتل حسام حسن مغلقتش بس مفيش ينفع يقول الكلام ده يعني كابتل حسام حسن كونه مدير فني لمنتخب مصر ما ينفعش يقول انه احنا مش عارفين نطلع عناصر جديدة للمنتخب من الدول المصر عناصر جديدة عشان بس ده دي الجملة اللي قالها يعني ما قالش انه مفيش لعيبة في الدول مصر تنفع للمنتخب بس عايزي بقى عناصر جديدة للمنتخب مش موجود وانت لما تبقى لاعب في الدول المصري وعندك تجمع للمنتخب خلاص كمان ايام ومش عارف تقدي اي مستوى يبهر المدير الفني فياخدك فيقول والله ايه ده هيبقى مفاجئة المفاجئات في منتخب مصر يا جماعة 12 مباراة عفوا 6 مباراة ب12 فريق في منتهى السوق في منتهى السوق حرام يا جماعة ما احنا منفرج عن المطشط دي حرام خلونا نستمتع شوية اه انا مقدر حرص كل فريق انه عايز يبقى في الدولي وانه يجمع اي نقاط سواء بقى بتعادل او بانتصار بس يجمع نقاط بس احنا برضو عايزين نستمتع بالدولي بتاعنا ايه الملل ده في جد والله حرام ده انت لما تفرج على ايه مباراة من الستة انت يطقلك عرق ايه زهق ده وبعدين في نقطة مهمة جدا لو سمحتوا يعني اقولها لكم القلب يعني الدوريات الاوروبية خلصت فاحنا كنا بنخش نفرج على مشاهد دولة مصري ونروح نحلي باللي بيحصل في الدولة الانجليزية الدولة الاسبانية لكن دلوقتي ما فيش تحلية فيعني لو سمحتوا حلوا الدنيا شوية عشان عينينا واعصابنا وروحنا وحياتنا عايزين نفرج على كورة لو سمحتوا يعني دي حكاية